السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إليه عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا جميعا الأجر والثواب أخواني وأخواتي وردت إلي أسئلة كثيرة جدا عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج لكنني أبدأها بما يعني سأذكر ما يتيسر الوقت بإذن الله تعالى ويسمح وأجيب على الأسئلة ونكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة عندي السؤال الأول سؤال الأخت أم محمد من سلطنة عمان تقول بأنها امرأة يعني اشترت دجاجتين من صاحب مزرعة بهدف تربيتهن وبعد تقريبا ساعة تقول حصلت دجاجة ميت فعملت رسالة لصاحب المزرعة تخبره بأن ماتت دجاجة وأكيد بأنها كانت مريضة علشان كذا ماتت قالت له إما أن تجيب دجاجة مكانها أو تعوضني بذلك بإرجاع للمبلغ قيمة الدجاجة تقول في اليوم الثاني جاب لها دجاجة بعدين هذه المرأة تقول ما أدري هل ما فعلته الصحيح أم لا أختي أم محمد من سلطنة عمان بارك الله فيك أولا بالنسبة لما ذكرت في قاعدة عند الفقه يقولون الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه ما لم يتسبب الإنسان في هذا الشيء ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن ما قامت به المرأة صحيح ذلك أنها اشترت دجاجة بقصد اشترت دجاجتهم بقصد تربيتهن ثم ماتت واحدة بعد ساعة وهي ما تسببت في هذا يعني ما ضربتها وما مثلا منعتها من الأكل أو الشرب أو شيء هي حريصة عليها لأن هذا مال فإن الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه ولذلك لها الحق الكامل في إرجاع الدجاجة الميتة إلى صاحب المزرعة وإما أن يعوضها بحيث يرجع المبلغ أو يعوضها بالدجاجة وقد فعل وهذا يدل على رضاه وعلى اقتناعه بأن ما حصل إنما من جهته فقولي لها لا تخرج شيء ولا كذا وإنما هذا حقها بارك الله فيك البلال من المغرب بارك الله فيه يقول أنا تزوجت امرأة صالحة وطيبة وعلى منهاج سليم وتطيعني ولله الحمد في الأمور كلها لكنني لما دخلت عليها لم أجد يعني البكارة عند أول ليلة فسترتها وهي تقول لي والله ما قربني أحد وتبكي وتقول بأن يعني الطبيبة قالت لها البكارة شيء من هذا القبيل بعيد أو شيء يقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة بلال من المغرب بارك الله فيك وأصلح الله لك أهلك وزوجك وبالنسبة لهذه المسألة أخي الفاضل يجب عليك أن تستر على امرأتك ويجب عليك أن تعلم بأنه ليس كل فتاة تبقى معها البكارة فمن الفتيات من تذهب البكارة مع الحيض وهذا معروف ومن الفتيات من تولد من دون بكارة ومن الفتيات من قد تقوم بعمل شاق أو شيء من هذا القبيل فتاة ذهب البكارة فليس كل فتاة ذهبت البكارة عنها تكون قد ارتكبت عملا محرما ولذلك أنت الآن في حالة ابتلاء امرأتك صالحة وطيبة ودينة ومطيعة فاتق الله فيها ويلزم امرأتك ما دام أنها هي أقسمت لك وحلفت بالله أنها ارتكبت شيء من المحرمات فالحمد لله لهذا أخ الفاضل الإنسان يتق الله ويخشى حقيقة الإنسان أن يبتلى إذا هو فعلا فرط في مثل هذه الفتاة يعني لديك أخوات وقريبات قد يحصل لهن مثل هذا تولد البنت من دون بكارة أو يحصل هناك أذية لها مثلا بسبب عمل شاق أو بسبب الحيض أو بسبب تداوي أحيانا بعض النساء تذهب إلى طبيبة تعالج أمراض نسائية فيحصل لها مثل هذا الشيء فالزم أهلك وحمد الله عز وجل الذي وفقك ويسر لك مثل هذه المرأة الصالحة وهذه لا شك بأنها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أم سارة من المغرب تقول أنا من جنوب المغرب زوجي توفي والده وترك لهم منزلا وفوقه منزل أيضا وفي مدينة أخرى هناك ثلاث منازل وأحد هذه المنازل معرض معروض عفوا للكراء مكترى يسكن شخص ويعطي مبلغ وهذا المبلغ يأخذه زوجي بحكم زوجي له إخوان أخوين وأربع بنات أخوات تقول هل المبلغ الذي أخذه زوجي يأتم عليه لأنه أخذ من منازل التركة أختي أم سارة من جنوب المغرب بارك الله فيك بالنسبة لما تركه الميت هو تركة كل ما تركه الميت من أموال سواء عقارات أو مثلا بهائم من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم أو ثياب أو تجارة أو نقود كل هذه يكون حق للورثة ولذلك تنحصر الورثة في زوجة المتوفة وفي أولادة للذكر مثل حظ العنفين وإذا كان لديه أب وأم أيضا يريثان هذه التركة تحصر في هؤلاء وبالنسبة للأعيان العقارية المؤجرة الأجرة هذه لا يجوز لأحد الورثة أن ينفرد بها عن بقية إخوانه أو عن والدته مثلا فبالنسبة لزوجك يجب عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يأخذ هذه الإجارة أو هو موكل على أخذ الأجرة الأجرة هذه فيقسمها على قسمة الميراث على قسمة القرآن يعطي والدته الثمن والبقية بينه وبين أخوانه وأخواته للذكر مثل حظ العنفين وانفراده بالأجرة دون إخوانه أكل المال بالباطن وهو سحت وحرام سيحاسبه الله عز وجل في الدنيا قبل يوم القيام قد دلت على ذلك مجموعة من النصوص فقولي لزوجك هذا الكلام قولي يتق الله إذا كان إخوانه ما علموا بهذا فالله مطلع عليه ناظر إليه إذا كان هو الآن يقول إخواني ما يدرون الله عز وجل مطلع عليه ذلك هناك ملكان يسجلان الحسنات والسيئات إذا كان هو بذكائه وفطنته يقول الله أنا كذا وضحك على إخوانه وأخواته هذا سيحاسب عليه حسابا عسيرا نسأل الله العافية والسلام ولذلك يحرم من الدعاء والعياذ بالله ويبتلى في نفسه وفي أهله وفي أولاده سلطى الله عز وجل على ابتلاءات في الدنيا قبل يوم القيامة فحذريه قولي له يتحلل من إخوانه عما مضى فإن حللوه الحمد لله ما حللوه قالوا لست بحل يجب علي أن يرجع كل درهم أخذه من حق إخواني ومن حق والدتي بارك الله فيك الأخت أحلام من اليمن بارك الله فيها تقول أنا بعد رمي جمرة العقبة لبست النقاب قبل ما أقص شعري هل علي إثم أم لا أختي أحلام من اليمن بارك الله فيك بالنسبة للحاج إذا رمى جمرة العقبة جاز له مثل حالتك أن تلبسي النقاب ولا حرج عليك في ذلك ولله الحمد والمن لكن أهل العلم يقولون الأفضل ترتيب الأشياء يعني يوم النحر اللي هو يوم العيد أول نرمي جمرة العقبة الثاني طبعا لمن كان له هدي أن يذبح هديه وطبعا الناس الآن ما يذبحون إنما تتولى الشركة ويحلق أو يقصر والحلق أفضل بالنسبة للرجال والمرأة تقصر وبعد ذلك يتلبس بالأشياء التي كانت ممنوعة منها ويحله كل شيء ما عدا النساء هذا بعد التحلل الثاني يعني بعدما يطوف طواف الإفاضة عموما لا شيء عليك يا أحلام في هذا ولله الحمد والمن عبد الله من الإمارات يسأل يقول هل يؤجر الرجل لصبره على زوجته عندي زوجة تؤذيني وتجرحني بالكلام والمعاملة كثيرا ولا تحسن معاملتي وتقصر معي وأنا دائما أتحمل وأضع أعذار وأغضل طرفي أحافظ على بيتي وأبنائي وأنا والله ممقصر في مسؤولياتي تجاه بيتي إذا جيت أعاتبها أو أحدثها أصبحت ضدي وصلت للمرحلة لا أريد أن أعاتب أريد فقط الراحة النفسية أخشى أن أتعب وينفذ صبري هل من نصيحة أو حتى إذا طلبت منها شيء تجادلني ولا تسمع كلامي إلا بعد جدال إلى آخر ما ذكر قال أنا لا أريد أن أخرب بيتي ما هي النصيحة عبد الله من الإمارات بارك الله فيك وأسر الله تعالى أن يكتب أجرك أولا لا بد أن نعلم قاعدة وهي أن الحياة الزوجية إذا لم تقم على المعاشرة بالمعروف فإنها سبيل إلى الإنهيار ولذلك الله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فكما أن الرجل مطالب بأن يعاشر امرأته بالمعروف وأن يؤدي لها الحقوق وأن يوفر لها الحظوظ كذلك المرأة يجب عليها أن تعاشر زوجها بالمعروف ولا يجوز لها أن تؤذي زوجها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه بيّن أن للمرأة حقوقا كذلك للرجل بل إن الله تعالى قال الرجال قوّمون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله نبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها وأطاعت زوجها قيل الله هدخلي من أي أبواب الجنة شئتي ويقول عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه من الحق أو كما قال عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في مسألة احترام الزوجة لزوجها وعدم إيذائه وعندنا قاعدة عامة يعني للأصل المسلم لا يجوز له أن يوصل الأذية إلى الآخرين ولا يجوز له أن يعني يحدث نفسه بالشر والأذية قل جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثما مبينة النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أذية الناس والإضرار بهم وأن من ضر أحدا الله عز وجل سلط عليه ضررا عظيما لهذه المرأة عليها أن تتق الله وأن تخاف الله وكونك أنت الآن جزاك الله خير حريص على يعني بقاء البيت وعدم انهياره وهدمه وكسره تؤجر على هذا أجر عظيم تؤجر على هذا أجر عظيم ولهذا أخ الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام قال فتنة الرجل في بيته وأهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام كذلك فأنا أنصحك يا أخ الفاضل بأن تكثر من الصلاة أكثر من الصلاة يعني أكثر من قيام الليل صلاة الله الضحى مثلا بمعنى النفل المطلق أنا لا أتكلم على النفل المقيل ولا أتكلم على الفرائض بل النفل المطلق فإن هذه كفارة لك كذلك ما يتعلق بالصيام الاثنين والخميس والأيام البيض كذلك الصدق الصدقة تدفع عنك بلاء كبير ولا تنسى الدعاء لزوجتك لا تنسى الدعاء لها بالهداية وصبرك هذا العظيم لا شك بأنك تؤجر عليه بارك الله فيك لكن الخوف على من؟ الخوف على زوجتك لأنها للأسف الشديد مؤذية وتؤذيك وأنت كما ذكرت والعهد عليك بأنك قائم بالحقوق والواجبات وحريص على أهلك الآن تريد فقط السلامة كما ذكرت لا تريد النقاش ولا الجدال تريد أن تعيش بالسلام طيب إلى متى المرأة تستمر فيها؟ هل سامحني أقول هذا الكلام؟ امرأتك تظن بأن هذا ضعف منك ماذا؟ يعني بعض النساء تعتقد بأن صبر الزوج تفسر بأنه ضعف ولذلك هي تستمر هذا الشيء وتستمر في إيذاء الزوج وهذا غلط يعني صبر الأزواج لا يعني ضعفا وإنما الزوج حكم عقله ونحى عاطفته وحريص على أن يبقي البيت لأنه نظر إلى المآلات المآلات سيئة وأول الضحايا هذه المرأة لكن ما تدري فإذا كانت امرأتك فهمت هذا أفهمها أفهمها بأن هذا ليس ضعف وممكن يا أخي عبدالله تمارس بعض التأديب حتى تفهم أنك أنت لست بضعيف لأن الله تعالى أذن بذلك يقول جل وعلا وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِضُهُنَّ وَهْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَةً إن الله كان عليًا كبيراً ولهذا ممكن أنك تظهر لها شيء حتى تبعث لها رسالة معينة بأن انتبهي صبري وحلمي وأناتي هذا لا يجعلك تفهمين أني أنا ضعيف أو هي تستمر في هذا الطريق أنت بهذا أنت توصل النفع لها لأن استمراريتها هي في إثم خطيئة وذنب ومعرض نفسها لعقوبة الله عز وجل فلابد أن تفهم هذا الشيء فما إذا كانت المرأة تمر بظروف نفسية بظروف كذا وكانت المسألة مؤقتة تصبر عليها بارك الله فيك لكن استمراريتها بالأذية وسوء الخلق أنا ما نصحك بالبقاء معها إن وردت أحاديث تسجر عن مثل هذا أن الرجل الذي عنده امرأة سيئة الخلق يعني مثل حالتك سامحني يعني أنت تريد أن تذوق طعم الراحة ما تجد ما تجد طعم الراحة كيف تصبر على هذه المرأة وكيف يعني ترضى والله لو بدلت أموال الدنيا على أن تتخلص من هذه المرأة هذا قليل قليل ولذلك بعض الناس الآن يبتل نسأل الله العافية حتى ما يرفع له الدعاء ما يرفع له الدعاء لأن رضي بمرأة سيئة بمرأة سيئة الخلق أحنانة منانة واللاجة متسخطة لا تعرف حق لزوج ولا لأهل الزوج من يقبل بمثل هذه من يقبل بمثل هذه وذلك أنت إذا وصلت إلى مرحلة ونتيجة بأن المرأة هذه ما عندها يعني استعداد أن تتغير لا خير فيها وأنا أقول هذا كلام عام كونك أنت تبقيها أو ما تبقيها هذا شأنك أنت لكن أنا أتحدث معك في خصوص الجانب الشرعي إذا والله تأقلمت وتشبعت بهذه المشاكل وأصبح عندك الأمر طبيعي ما يمثل عندك شيء الله يقويك ويعينك وإن شاء الله على أجر لكن إذا اعتقت بأنه فعلا يعني هذا الأمر ما له نهاية ليس له نهاية وهي معك دائما يعني تترقى في الشر والعياذ بالله كيف تصبر عليه أسأل الله تعالى يحفظك لكن عموما أنت على خير قليل من الرجال الذي يصبر مثل الصبر الذي أنت عليه ولكن أنا أنصحك بأن توصل لها رسالة الرسالة هذه من خلال تصرف عملي وليس تصرف والعملي ترجع إلى القرآن والتي تخافون النشوزهن فعظهن الوعظ كلام مصحوب الزجر وهجروهن في المضاجع توليها ظهرك ولا تعطيها حقوق الفراش حتى تتأدب واضربوهن بإجماع العلماء على أن الضرب ما يكون مبرح وهذا ليس على الوجوب هذا ليس على الوجوب وإنما هذا أنت الذي تقدره بارك الله فيك سميرة من السعودية بارك الله فيها تقول لي صديقة طلبت مني مبلغ ما لي على أن ترده لي في وقت قريب جدا لكن ما حدث ومرت سنوات ولم ترد هذا المبلغ طالبتها بالسداد طالبتها بالسداد فردت لي جزء ولكن لم تكمل السداد وتأكدت أن من المستحيل أن ترد الباقي سؤالي هل يجوز أن أحتسب هذا المبلغ المتبقي كجزء من الزكاة وأتصل بها وأبلغها أختي سميرة من السعودية بارك الله فيك وكتب الله أجرك وأثابك على هذا القرض لكن الجواب لا لا يجوز أن تحسبي هذا من الزكاة لماذا؟ الزكاة تحتاج إلى نية الزكاة ركم من أركان الإسلام ولا بد من نية النية هنا غير موجود النية هنا غير موجود الشيء الثاني الزكاة أخذ وإعطاء كل جل وعلا خذ من أموالهم صداقة تطهرهم وتزكيهم بها وهذا ما حصل فيه أخذ وإعطاء أنت أعطيتها دين الشيء الثاني هنا المهم أنك تحمين مالك أنت الآن عندك زكاة مثلا أفترض 2500 درهم بناء على ما عندك من المبلغ والقرض بعدين تقولين بدل ما هذا خليني أطلع ألف درهم من هذا الزكاة وأجعلها أسقط عنها الدين حميتي مالك هذا ما يصلح بارك الله فيك لذلك إما أن تقومين بالعفو عنها والعفو لا شك بأنه شيء عظيم وإما تبقين تطالبين وهذا حق مشروع لك كفلته الشريعة ولله الحمد والمنة وتنتظري تنتظري بارك الله فيك ناجي شوكة من اليمن يقول عندنا عادة في قبيلتنا إذا حدث خلاف بين شخصين أو مجموعة تدت على الآخر يقوم الطرف المعتدي بالهجر وهو أن يسوق غنم أو بقر للطرف الثاني لإرضائه فيقوم ذلك الطرف بقبول هذه الأغنام وذبحهن أو العفو وإرجاعهن أو ذبح البعض منهن وإرجاع البعض أو قد يصطر حكم من حكم قبلي على أحد الأطراف بسوق الغنم أو شيء من هذا القبيل هل يجوز ذلك؟ ناجي بارك الله فيك من اليمن أولا بالنسبة للمسائل هذه التي تحصل بين الناس من الحصومات والاعتداءات هي على أقسام منها ما يتعلق بالدماء يعني مثلا إذا قتل شخص آخر فعندنا في الشريعة إذا كان القتل خطأ فيه الدية والكفارة فيه الدية والكفارة والدية على عاقلة القاتل يعني أقارب وجماعة وعصبته يقومون وهي مخففة على ثلاث سنوات والكفارة حق لله عز وجل يقوم القاتل بأصيا أما إذا كان القتل عمد فعدوان فهذه إما القصاص وإما العفو وإما القصاص وإما الدية وإما العفو فإذا كان طالبوا بالقصاص تقوم الدولة فتحكم تنفذ القصاص بعد حكم القاضي وإذا قالوا لا نريد الدية نعم ينتقلون إلى الدية وإذا قالوا عفونا عفونا الحمد لله هذا ما يتعلق بالدماء ما يتعلق بالجروح يعني شخص اعتدى على شخص فأحدث شيء من الضرر هذه أيضا جاءت فيها الشريعة فالجروح قصاص ولذلك مثلا عندنا إذا كان الإنسان لديه عضو واحد فقط وجنى عليه الجاني فيه الدية كاملة يعني كان يكون ضرب رأسه فاختل عقله فيه الدية كاملة مثلا إذا كان الشخص له مثلا عضوين فكل عضو نصف الدية قطع يده نصف الدية قطع اليدين الثنتين الدية كاملة واضح وهكذا الجروح أيضا هي تختلف بالنسبة للجروح الشجاج والجروح والكسور هذه كلها هذه حكومة تقدر عند القاضي عند القضاة الشرعيين واضح هذه ما يجوز للإنسان أنه يتدخل فيها ويفرض شيء قبلي يحكم بعيد عن شرع الله عز وجل هذا حرام ولا يجوز واضح بالنسبة للاعتداءات الباقية يعني مثلا يحصل اعتداء ولا يحصل فيه لا كسور ولا شجاج ولا يحصل فيه سفك دماء وإنما مضاربة عادية العفو الأصل هذا العفو أما قضية أن يأتي شخص فيحكم فيه هذه ويفرض نوع من الغنم من أين أتى بهذا؟ ما في هذه إما يعني حتى العلماء يقولون المضاربات هذه التي ما فيها كسور ولا شجاج ولا جروح ولا كذا هذه ما فيها قصاص لماذا؟ لأن ما يمكن العدل فيها أنت تعرف لابد من المساواة يعني في المسائل هذه لابد من المساواة في القصاص هذا كيف تساوي؟ حتى قالوا الضربة اللي يسمونها الكف ها الكف هذا طيب يقولون يقولون ما يقتص بالكف لماذا؟ لأنه يختلف الناس من حيث قوة اليد وكبر الكف وكذا فيقالوا هذه تعزير القاضي هو الذي يحكم بها لهذا يا أخ الفاضل أنا ما أعرف هذا الشيء ونخشى أن يكون هناك يعني شيء مصادم لما جاء في الكتاب والسنة فيحذروا منها يعني التدخل يكون شفاعة للعفو شفاعة للعفو أما إذا كان هناك أضرار مادية ممكن يقيمون يقدرونها ويعطونها للمجني عليه أما تالله من اليمن تقول قبل سنوات رجل أعطى خالي ملابس بالية بسبب المطر وقال وزعها وقبل أن يوزعها أمي أخذت أربعة ثياب من دون علمه وعندما لبستهم تمزقنا كلهم وما استفادت شيء والآن هي ندمانة وسألنا أحد المشايخ قال نزلوا ما البدل الثياب مع العلم أنها تستحي وما تقدر تقول لخالي ما العمل يا أخت أمة الله من اليمن بارك الله فيك لا شك بأن والدك اعتدت على هذه الثياب ما دام أن الرجل قال لخالك هذه صدقة ووزعها الفقر والمساكين والدك غير فقيرة ولا مسكين هذا اعتداء وليس لها الحق في هذا ليس لها الحق في هذا عموما ما دام أن أنكم استفتيتم والوالدة عندها قدرة مالية على أن تخرج قيمة هذه الثياب أو تشتري بدلها مثلها أو أفضل منها يكون طيب هذا الذي يجعل ذمتها تبرأ بارك الله فيك عبدالهادي من الجزائر بارك الله فيه قل والدتي مطلقة وتزوجت رجلا آخر هل زوجتي ترى زوجة أمي يا عبدالهادي من الجزائر بارك الله فيك عبدالهادي بالنسبة لزوجة الربيب هذه لا تحل لزوج أمي زوجها ولذلك يجب على امرأتك أن تحتجب عن هذا الرجل هذا رجل أجنبي زوج أمك الآن هذا أجنبي بالنسبة ل بالنسبة لمرأتك ولذلك لا يحلها أن تصافحه ولا أن يخلو بها ولا أن يكون محرما لها فهو أجنبي عنه تنبه لهذا بارك الله فيك أبو أحمد من هولندا يقول ما هي فوائد قراءة أربعة آيات من أواخر سورة الكهف أبو أحمد من هولندا بارك الله فيك ورضي عنك أولا لا أحفظ في حدود علمي والطلاعي أن هناك أربع آيات من آخر سورة الكهف تقرأ وفيها فوائد لا أحفظ في هذا شيء إنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها عصمه الله من الدجال هذا هو الصحيح ولهذا بارك الله فيك أنت تحرص على أن تحفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو من آخر سورة الكهف هذه تعصمك من الدجال هذا ثابت في المسند وعند مسلم وعند أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ قال من قرأ العشر آيات واللفظ الآخر من حفظ عشر آيات فأنا أنصحك يا أخي الفاضل أن تحفظ سورة الكهف كاملة وذلك لما فيها من الفوائد منها أولا أن قراءة سورة الكهف سنة ليلة الجمعة ونهار الجمعة وثبتت وردت في هذا أحاديث بمجموعها تصلح للإحتجاج فلذلك قراءة سورة الكهف فيها خير وبركة الأمر الثاني تكون قد قرأت ولله الحمد العشر آيات من أول سورة الكهف وعشر آيات من آخر سورة الكهف وهذه عصمة لك من الدجال الذي فتنته عظيمة أم سارة من الشارق تقول رزقني الله عز وجل نعمة المداومة على قراءة القرآن واعتت أن أستفتح يومي بالعمل بالقراءة في كل صباح تعرضت من تنمر مستمر من قبل زميلات العمل حيث عندما يروني أقرأ القرآن يقولون لي هل أسلمت يا فلانة لدرجة أني أصبحت عندما يدخلون مكتبي أقلب صفحة القرآن حتى لا يروني ويضحكوا علي كعادتهم إلى آخر ما ذكرت أختي أم سارة من الشارق بارك الله فيك أولا الحمد لله الذي وفقك وفقك وهداك إلى هذه النعمة فأنت فأنت والله في نعمة لو علم هؤلاء النسوة التي يسخرنا ويتنمرنا عليك والله ما عدلوا بها شيء أنت في نعمة عظيمة ولذلك احمد الله واشكر الله عز وجل الذي وفقك وهداك وحرم غيرك هذه نعمة أختي الفاضل الشيء الآخر بالنسبة لقراءة القرآن يجب أن تكون بعد الانتهاء من العمل بمعنى أنت في عمل وداء العمل واجب فإذا انتهيت من العمل الانتهاء الكامل اللي هو في آخر الدوام أو الانتهاء داخل العمل أنجزت معاملاتك وباقي عندك وقت ما عندك فيه عمل نعم تكملين وتقرأين القرآن الشيء الثالث بارك الله فيك يجب عليك أن لا تهتزي أمام هذا التنمر أو الاستهزاء أو السخرية ولا يعني يزعجك هذا أنا أعلم بأنه شيء محزن لكن لا يجعلك يعني تخجلين وتستحي من أنك تقرأين القرآن فتذهبين وتخفين المصحف لا خلك شجاعة أنت على الحق وهم على الباطل أنت على الحق كيف الإنسان يستحي من الحق وهنا على الباطل الأمر الآخر فرصة لك أخت الفاضل أنك يعني تكسبين هؤلاء تقولين لهم والله ما ذقتوا طعموا حلاوة القراءة أو قراءة القرآن ولو ذقتم حلاوة قراءة القرآن ورأيتم ما يحصل للإنسان والله ما تخليتم عن قراءة القرآن وإن صحيهم لله ولا يجوز يعني لهن أن يسخرن بمثل هذه الطريقة ويعني هذا يدل نسأل الله العافية والسلامة على أنهن ما اعتدن قراءة القرآن لدرجة أنهن يقولن للأخت أمسارة أسلمتي سبحان الله العظيم لا إله إلا الله هذا يدل على قسوة في قلوبهن وتصحر في صدورهن وبعد عن كتاب الله عز وجل واضح بأنهن مع تعاهدنا كتاب الله لا حفظ ولا تلاو ولا قراءة بعيدات عن كتاب الله هذا فيما يظهر والله أعلم والله أعلم قد يكون يمزحنا لكن هذا فيما يظهر ففرصة لك أنك يعني تقومين بدعوتهن إلى الله وتحذيرهن من بعض الكلمات يعني سبحان الله بعض الناس الآن يلقي الكلمة يعني هكذا يرميها ولا يلقي لها بال يهوي بها في النار سبعين خريف النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن الرجل يعني والمرأة لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار سبعين خريف وفي لفظ لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يعني ما يهتم يضحك أو يريد أن يضحك المجموعة معه ويستهزي ويضحك بملء فمه وما يدري أن الذي على العرش استوى ساخط عليه ساخط عليه نسأل الله العافية والسلام عموما بارك الله فيك استمري على ما أنت عليه استفتحي يومك الجميل هذا بقراءة القرآن ولا شك بأنها نعمة قراءة القرآن سكينة ورحمة وطمأنينة وراحة وخير كل خير ولله الحمد تعاهدك للقرآن هذه من أعظم النعم الزمي هذا الباب الذي فتحه الله لك واحذري من أن يعني تتخلين عن هذه النعمة العظيمة بارك الله فيك عبد الرحمن من المغرب يقول بعض الأحيان أرتد الجورب على طهارة بنية المسح عليه في الصلاة المقبلة وبعد انتهاء الصلاة أزيله رغم أني لا أشتكي من شيء فعونيني ذلك هل فعلي صحيح؟ عبد الرحمن من المغرب بارك الله فيك يعني أنا فهمت بأنك أنت الآن تتوضى ثم تلبس الجوربين بنية المسح عليه ولم تمسح وإذا رجعت البيت أو كنت في كذا خلعت الجوربين تسأل تقول هل هذا يؤثر على يعني النية؟ لا يؤثر مهما أنت الآن بالخيار يعني فإذا كنت على وضوء وحبيت أنك تعيد لبس الجوربين جائز تعيد لبس الجوربين الحمد لله وتمسح بعد ذلك وتبدأ يبدأ المسح من أول مسحة بعد حدث أما تقول لي لا أنا مسحت عليه ثم خلعت الجوربين فإذا كنت باق على طهارة تصلي إذا كنت قد أحدث لا بد أن تتوضى من جديد وينقطع عنك مدة المسح تستعنف مدة مسح جديدة واضح بارك الله فيك أم فاطمة من الشارقة بارك الله فيها تقول أنا كنت أذهب إلى مركز تحفيظ القرآن بعلم زوجي وبعد ذلك تغير عمله وصار يأتي للمنزل في الوقت اللي أكون في المركز وصاري عصب فكنت مرات أول الصباح وهو نائم أذهب المركز وأسمع اللي علي وأرجع بسرعة حتى الحمد لله أتممت الحفظ كذلك لا يعجبه إذا رأني أقرأ القرآن وأنا أريد المراجعة والحفظ ويأخذ وقت طويل وكل الطرق أعملها لقراءة القرآن أستغل كل مرسة وأراجع الفجر مع صديقتي بدون علمي ومرات يكلمني وصديقتي معي على الخط من دون ما يعرف فهل تصر في الصيح مع العلم أنه الحمد لله محافظ على صلاتي ومرات يحاول الحفظ فهل أنا بهذا تصرف أكون غشاشة أم فاطمة من الشارق بارك الله فيك أنت صالحة ولست بغشاشة أنت امرأة طيبة ولله الحمد حنيئة لك صلى الله تعالى أن يبارك فيك وفي زوجك وفي أسرتك وأن يبارك عليكم وفيكم وبكم هذا عمل جليل لكن أهم شيء أخت الفاضل مادام أنك ما أخليتي بحق من حقوق الزوج ليس للزوج الحق أن يمنعك في الوقت الذي أنت ولله الحمد حرة فيه أن يمنعك من حفظ القرآن ليس له الحق في هذا بالعكس أنا أعتقد يعني الزوج يفرح لما يرى زوجتهم معياله تحرص على حفظ القرآن وعلى قراءة القرآن وعلى مراجعة القرآن والله أنا أعتقد ما من زوج من الأسوياء طبعا زواج الأسوياء ما من زوج إلا ويفرح نشوف زوج ثم معياله ما شاء الله كلما طلع وكلما دخل هي ماسك المصحف تقرأ وتراجع وتسمع هذه نعمة أخت الفاضل أهم شيء أنك ما أخليتي بحق الزوج لأن حق الزوج مقدم على حفظ القرآن حق الزوج مقدم على حفظ القرآن وقراءة القرآن نبيه عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم النفل طبعا وزوجه أشاهد إلا بإذنه نهاها أن تصوم وزوجه أشاهد إلا بإذنه فمدام أنك ما أخليتي بحقه ولا قصرتي في يعني هذا الجانب ما عليك شيء ولله الحمد والمنة وأسر الله تعالى لك التوفيق حفظة من الصومال تقول هل يجوز الترحم على أهل البدع حفظة من الصومال بارك الله فيك القاعدة الشرعية عند أهل السنة والجماعة الترحم على كل من كان من أهل القبلة فأهل البدع من أهل القبلة ولذلك حكى الاتفاق أو الإجماع بعض العلماء على جواز الترحم على أهل البدع هذه قاعدة يترحم الإنسان على أهل البدع يقول رحمه الله مات فلاء مبتدع رحمه الله غفر الله له ما دام أنه من أهل القبلة لكن في بعض العلماء يتكلم على قضية وهذه المشكلة عند بعض الناس يخلط الأمور يعني مثلا شخص الآن في مقام الرد على هذا المبتدع يصنف كتاب الرد عليه أو يتكلم في مجلس للرد عليه على شبهاته وعلى بدعه وعلى تلبيساته ما يلزم أن يترحم عليه لأن المقام مقام رد كيف الآن يعني أرد عليه وقول الله يرحمه ويغفر له فهذا جانب لكن من حيث العموم نعم أهل السنة متفقون على جواز الترحم على كل من كان من أهل القبلة الأخ هادي من سويسرة بارك الله فيه يسأل يقول يعني هل يجوز لنا أن نزين بيوتنا في أيام العيد بسبب الأولاد يعني يقول لأنهم يرون غيرنا يزينون بيوتهم هادي من سويسرة بارك الله فيك ورضي عنك أخي الفاضل بالنسبة لي الأعياد عندنا في الإسلام من السنة إظهار الفرح والسرور والتوسيع على النفس والأولاد والأهل مثلا وإظهار وإبراز الفرح هذا مما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك كان معروف عند السلف أنهم في أيام العيد يصنعون الطعام ويتوسعون ويلبسون أفضل الثياب ويحصل زيارات ويحصل كذا ويحصل تهنئة أيضا يحصل تهنئة ومن التوسع لا بأس أن في العيد أن تزين البيوت لأن هذا من جملة الأشياء التي تدخل السرور والفرح ليس على الأطفال فقط بل على الجميع حتى يتميز المسلمون أيضا وهذا كلها من قبيل العادات ليس لها يعني صلة بالعبادات هذا من العادات تعتبر من العادات ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان متجعا في بيته وهناك جاريتان من جوار الأنصار طفلتان صغيرتان يضربان بالدف في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد اتجع ووجهه إلى الجدار عليه الصلاة والسلام فدخل أبو بكر الصديق وبكر الصديق دخل فسمع يعني الدف يضرب فقال أمز مورة الشيطان في بيت رسول الله فالتفت إليه وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد وقال حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة فلذلك بارك الله فيك ما في بأس أن الناس في يوم العيد يزينون بيوتهم ببعض الأشياء ويوسعون على الأطفال في الأكل والشورب واللباس والشراء الألعاب بما لا يضر في الأشياء غير الضارة أما الأشياء الضارة لا يبتعدون عنها بارك الله فيك ورضية عنك الأخت أم ناصر من العين بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل صحيح إذا الإنسان مات يوم عرفه روح الميت تذهب للحج مع الحجاج أم ناصر من العين بارك الله فيك هذا الكلام غير صحيح لأن مثل هذا الكلام يحتاج إلى دليل من القرآن أو السنة لأنه غيب هذه من المسائل الغيبية والمسائل الغيبية تحتاج إلى دليل فليس عندنا في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الشخص الذي يموت في يوم عرفة أنه تبقى روحه وتحج مع الحجاج هذا باطل النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الرجل المحرم في قصة يا أم ناصر النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع جاء رجل على ناقة جاء رجل على ناقة سبحان الله محرمه سقط من الناقة واندقت عنقه مات فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كفنوا في ثوبه يعني الإزار والرداء ولا تخمروا رأسه لأنه ما زال محرم قال ولا تخمروا رأسه وجنبوه الطيب ثم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأنه ما كم الحجه فهذا يرد على قضية والله روح الميت تكمل الحج هذا غير صحيح بارك الله فيك أمت الله من الأردن تقول ما حكم الجلوس في جلسات العائلة بوجود إخوة الزوج الذكور أختي أمت الله من الأردن بارك الله فيك بالنسبة للعائلة إذا جلسوا مثلا جلسة الأسرة وجلس الأولاد وجلسوا زوجات الأولاد بحجابهن وباحتشامهن وبعدم الخضوع بالقول مثلا ما في بأس يعني اجتماع هذا يخلو من ليس فيه خلوة بالمرأة وليس فيه مثلا تبرج مثلا وليس فيه سفور مثلا وليس فيه كلام مثلا غير جيد وإنما أسرة تجتمي يجتمي الأب والأم والأولاد وكل ولد مع زوجته مع أولاده ما فيها بأس ولله الحمد إذا اجتنبت المحذورات هذه اللي التبرج والسفور مثلا وقضية الله الخضوع بالقول يعني هذه الأشياء اللي اللي ما تصلح يعني مع غير مثلا مع إخوة الحمو يسمون الحمو ما يصلح هذا وإنما الكلام العادي وقلنا قولا معروفة يعني السلام وكذا لا حرج في ذلك بارك الله فيك أم محمد من الشارقة تقول أنا كنت أعمل موظفة وترقيت حتى أصبحت مسؤولة قسم قبل ذلك كنت موظفة عادية وكنت أتشارك مع زملائي في العمل لشراء الهدايا في حال كان هناك مناسبة لزميلاتي أو موظف معنا في العمل وأحيانا كنت بنفسي أشتري هدايا لزميلة لي في العمل وفي حال إذا أنجبت طفل مثلا أو إحدى بنات زميلاتي تم زواجها كما تم تقديم هدايا لي أنا من زميلاتي بعد أن أصبحت مسؤولة القسم أعتقد أنه تم إهداء قطع من الذهب من زميلاتي وأنا أهديت سلسال ذهب لزوجة أحد الموظفين بمناسبة قدومها إلى الدولة وكذلك أهديت ذهب لابنة زميلتي بمناسبة زواجها لا أذكر بالضبط بعد خروجي من العمل بعت قطع الذهب الذي أهدي إليه بقيمة 4500 درهم طلعت زكاة وفي ساعة تخلصت منها بإعطائي إلى شخص آخر وهدايا أخرى كروت ولعبة لا تزال معي وهدايا أخرى إلى آخر ما ذكرت وتقول يعني الحمد لله أنا الآن يعني ذكرت أشياء كثيرة وهي تقول يعني ما هو المنهج الصيح لطلب العلم الشرعي وأنا متقاعدة أم محمد من الشارق بارك الله فيك وحفظك الله عز وجل وتقبل الله منك وجعل ما بقي من حياتك أفضل مما ذهب وهنيئا لك هذه الرغبة في طلب العلم ولعلي أبدأ فيها أنا الآن قبل ما أجيبك على سؤالك الأول لأن شدتني والله يعني مثل حالة أم محمد تقاعدة تسأل تقول ما هو المنهج الصيح لطلب العلم الشرعي ما أجمل حقيقة هذا التفكير لأنه وللأسف كثير من إخواننا وأخواتنا اللي يتقاعدون ما يفكر بمشروع هو مشروع الحياة مشروع الحياة أني أنا يعني هذه الفترة فترة التقاعد ما بقي من العمر استثمر في الترقي في معارج العبادات والطاعات والتقرب إلى رب الأرض والسماوات ما في أجمل من هذا يعني بعض الناس للأسف يعني أعباء العمال ومشاغل الدنيا خلاص خلفها وراء ظهره ورزق الله تعالى راتب تقاعدي وتجد وللأسف الشديد حياته كلها فراخ أو شغل إشغالها بما لا نفع فيه أنا لا أتكلم على الذين والعياذ بالله يقضونها في أشياء ضارة أو محرمة لا هكذا فراخ ما في أجمل ولا أعظم ولا أفضل من طلب العلم ولذلك أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم وقل رب زدني علما قل رب زدني علما والعلم مع الإنسان من المهد إلى اللحد ومن المحبرة إلى المقبرة لا يقول أن أحد والله أنا كبير في السن أو تقول أنا كبيرة في السن هذه محمد اللهم بارك عندها نشاط ورغبة وحرص على أن تطلب العلم وتقاعدت تقاعدت هذا يدل على أن العلم ما له حد يعني معين أو سن معين الصحابة الكرام بعضهم أسلم وتأخر طلب العلم كثير من العلماء الموجودين حاليا أو اللي ماتوا قبل فترة طلبوا العلم بعد سن كبير يعني بعضهم بعد أربعين سنة طلب العلم وصار عالم وفقه الله عز وجل فلذلك اخت الفاضل أنت على خير بارك الله فيك والعلماء كلهم مجمعون على أن العلم أفضل العبادات وأنه ليس له يعني حد معين فأنت بارك الله فيك الحمد لله في الدولة وفي الإمارة إمارة الشارقة مراكز تحفيظ القرآن هناك مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية هناك مجمع القرآن الكريم هناك ولله الحمد حلقات علم ودروس ذكر فرصة لك تضعين برنامج لك أول شيء تبدأ بحفظ القرآن وعلى أقل تقضي لو تحفظين الأجزاء الثلاثة الأخيرة يعني مثلا تحفظين جزء المجادلة وتبارك وعمة مثلا وإذا والله عندك رغبة ونشاط وقدرة على حفظ القرآن شيء عظيم شيء عظيم ونعتقد بأن ما دام عندك هذه الهمة العالية والرغبة بتحفظينها إن شاء الله لكن أهم شيء يصير لك برنامج جدول الشيء الآخر بارك الله فيك تحفظين شيء من الحديث يعني الأربعين النووية هذه اللي كتبها الإمام النووي تحفظينها الشيء الآخر الفقه الميسر أن يصير عندك إلمام بأحكام الفقه لأن الفقه هذا مع الإنسان يوميا الفقه الفقه يعني العبادات والمعاملات هذه مع الإنسان يوميا ولهذا كل مسلم يحتاج أن يقرأ في الفقه والحمد لله خدمة الفقه خدمة عظيمة يعني بسط العلماء الفقه الآن فيه كتب يعني تقرأ في الفقه الميسر فيه دروس مسجلة في الفقه الميسر فيها مقاطع أيضا للفقه الميسر يعني الإنسان ما له عذر وتقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ في العقيدة تصعير العقيدة هذه أعظم شيء علاقة العبد بربي سبحانه وتعالى بارك الله فيك واعتقد بأنك لو ارتبطت بأحد بإحدى طالبات العلم أو اتصلت بأحد العلماء قد يرشدك إلى أشياء كثيرة بالنسبة لما ذكرت أخت الفاضلة إذا كان بينك وبين زميلاتك تهادي قبل قبل ما تصرين مسؤولة بينك وبينهم هدايا وزيارات ما في شيء هذا اللي أخذته جائز ما في شيء لأن هذا على العهد السابق يعني أما إذا كان لا الهدايا جاءتك بعد المنصب بعد ما صرت مسؤولة لا ما تحلك ما تحلك تتصدقين بها تخرجينها وتتصدقين بها بارك الله فيك ورضي عنك الأخ ناصر من السعودية جدة حي الصفة يقول ناصر بأنه من الأشخاص الذين يكتبون باليد اليسرى ومن الناس الذين يأكلون باليد اليسرى مما يعني أوقعني في الإحراج أحاول أني أغير هذا وهذا من صغري يعني ما حكم ذلك وما الحل ناصر من المملكة العربية السعودية جدة حي الصفة بارك الله فيك أولا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل وعن الشرب بالشمال فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يأكل الإنسان بشماله أو أن يشرب بشماله قال عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل اليمين للمطيبات للأكل والشرب والأخذ والإعطاء والشمال للمستقبحات والمستقدرات قضية أنك تقول والله أنت الآن عرفت الحكم الحل لا تعود نفسك إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ولذلك الإنسان يعود نفسه يعني مثلا تستطيع أنك تضع يدك خلف ظهرك مثلا تضع يدك في جيبك مثلا تحرص على مثل هذا يعني فيه حلول كثيرة ممكن تستخدمها وممكن يعني تسأل من كان مبتلى بهذا وكيف تخلص وصدقني هي المساءل تعويد مساءل تعويد ولا شك بأن يعني رجل في مثل مقامك وسنك أكيد بيقع في إحراج والناس ينظرون إليه شزرا وربما يعني ترميه الأعين بالانتقاد وبعني نوع من هذا الشيء لذلك أحرص بارك الله فيك على أن يكون هناك تعويد تعويد عود نفسك على مثل هذا محمد مبروك أيضا من السعودية بارك الله فيه يقول زوجة أخي حلفت أنه إذا راح زوجها بيت خالي يحرم عليها كما يحرم عليها أبوها وزوجها وما يدل أنها حلفت وراح بيت خالها محمد مبروك من السعودية بارك الله فيك أولا بالنسبة لهذه المرأة عليها أن تستغفر الله وأن تتوب إليه وأن لا تظاهر من زوجها لأن الظهار للزوج وليس للزوج ولذلك الزوج هو الذي قال هو الذي إذا قال أنت عليك ظهر أمي يكون ظهاره عليه الكفار المغلط يتقرقبه فإن يجل في الصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع إطعامه ستين المسكينة أما المرأة فكلامها لغو يعني إذا قالت والله أنت عليك مثل أمي مثل أبوه مثل عفوا أنت عليك مثل أبوي مثل أخوي مثل ابني هذا كلام لغو لقي مثله ومن العلماء من يرى بأن عليها كفارة يمين وهذا أحوط مع التوبة والاستغفار بارك الله فيك الأخت أمم حمد من الكويت بارك الله فيها تقول يا شيخ زوجي أخذ ذهبي من عشرين سنة أول ما تزوجنا ووعدني أن يرد إلي والآن يقول ما لك شيء عندي تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة أختي أمم حمد من الكويت بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجك بالنسبة لهذا الذهب اشتغلت ذمة زوجك به ما دام أنك أعطيتيه إياه على سبيل القرض لينتفع به ويرد يرده أو يرد بدله كما ذكرت أنت فإنه يحرم عليه أن يماطل في هذا أو أن يجحد يعني هذا الذهب الذي أخذه ولذلك أختي الفاضل الخوف ليس عليك الخوف عليه هو لأنه نسأل الله العافية والسلامة نبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريدوا إثلافها أتلفه الله نسأل الله العافية والسلام الخوف عليه أن الله تعالى يسلط عليه عقوبة أو يعذب بهذا المال الذي أخذه وأنت لك الأجر والثواب وكل يوم يمر عليك وقد تأخر فيه سداده هذا من حسناته هذا من حسناته فأنت بين خيارين أختي الفاضل إما أن تقولين يا أبو محمد عفوت عنك وأنت في حل وهذا يرفعك عند الله عز وجل هذا شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى أو تقولين والله سامحني أنا حقي ما أتنازل عنه وسأطالبك اليوم القيام وسأجد هذا عند الله سبحانه وتعالى ما دام أنه ما له شبهة فيه ما له شبهة فيه طلب منك الذهب قال أنتفع به وأرد لك ثم جحت وقال ما لك شيء عندي أعوذ بالله نسأل والله العافية والسلام بارك الله فيك يا أخت أم محمد الأخت أم محمد من اليمن بارك الله فيها تقول عندنا إمام مسجد ينشغل بعض الأحيان عن الحضور إلى المسجد فيقوم رجل آخر مقامه هذا الرجل أيضا يتغيب عن المسجد بسبب عمله فكلف هذا الرجل أحد الأولاد بالأذان في حال تأخر أو غياب الإمام وإذا سمع باقي المساجد أقامه للصلاة يقيم ويصلي إذا لم يحضر أحد ذات يوم في صلاة الظور سمع بقية المساجد أقامه فأقامه وصلى وعندما هو يصلي جاء أحد الأشخاص فدخل معه الصلاة ولكن بنية السنة وليست الفريضة وجاء آخر وصلى معهم لكن بنية السنة وبعد خروج الطفل المسجد صلى الرجلان فريضة الظور هل فعلهم صحيب علما بأن الطفل يبلغ أحد عشر عاما أختي أمم محمد من اليمن بارك الله فيك أولا يجب على إمام المسجد وعلى مؤذن المسجد أن يتقوا الله وأن يقوموا على بيت الله عز وجل خير قيام المؤذنون هؤلاء لهم من الأجر والثواب الشيء العظيم عند الله سبحانه وتعالى الأئمة كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأئمة ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة وغفر للمؤذنين تقولين والله هم يا ذواء هؤلاء يعني ليسوا برسميين متبرعين يؤجرون صلاة الولد اللي عمره أحد عشر سنة صحيحة ولذلك اللي دخلوا وصلوا معاه بنية السنة أخطأوا هم يعتقدون بأن ما تصح الفريضة خلف من عمره أحد عشر سنة لا تصح الفريضة ولله الحمد عندنا حديث عمر بن سلمة رضي الله عنه اللي كان يصلي عمره ست سنوات أو سبع سنوات بالقوم وأقره النبي عليه الصلاة والسلام عموما هذا الولد بارك الله فيه وبارك الله في من رباه بالنسبة له يجوز له أن يؤذن وأن يقيم وأن يصلي إماما ما دامنا هو القارئ وهو أقرأ القوم وأحفظ القوم يجوز له ذلك ويصلون معه الفريضة كما يصلون معه النافلة مثلا في التراويح في رمضان الأخ الاستراخاني الاستراخاني من كزاخستان يسأل يقول ما حكم سرطان البحر أو يعني اللي تعيش فيه البحر هل هي حلال أم حرام يا أخ الفاضل بارك الله فيك من كزاخستان بالنسبة لما يسمى بسرطان البحر أو الروبيان أو الأشهاد كلها كلها حلال ولله الحمد والمنة نبي عليه الصلاة والسلام سئل عن البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته هو الطهور ماء الحل ميتته فكل حيوانات البحر حلال ولله الحمد والمنة وهذا معروف الأسماك وجميع الفصيلة السمكية هذه كلها الآن الناس اعتادوا عليه من قديم الزمان يأكلونها ولا شيء في ذلك صافي إبراهيم من بريطانيا يقول أنا أعاني من مشاكل زوجية حادة مع زوجتي التي لا تحترمني ولا تتصرف معي وهي جاهلة وعموما هي تسمح لحد أفراد أسرتها غير المحانم بغيابي أو عندما لا أكون في البيت بدخول البيت وأنا أجد صعوبة جدا في قبول هذا الأمر وأريد نصيحة تقدمها لي ولعائلتي هي الآن تحاول طرد من المنزل بسبب كوني في هذا البلد أخوي صافي إبراهيم بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجتك وكما أسأله جل وعلا أن يؤلف بينكم أولا لا يجوز لي المرأة أن تؤذي زوجها بلسانها ولا بأفعالها فالله عز وجل قال في كتابه العزيز والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثما مبين وقال النبي عليه الصلاة والسلام من ضر مسلم ضر الله به ولذلك زوجتك معرض نفسها لعقوبة الله عز وجل في الدنيا قبل يوم القيام أمر الآخر ما من امرأة تؤذي زوجها بغير سبب إلا قالت لها الحرية العين في الجنة قاتلك الله قاتلك الله لا تؤذينه فإنه يوشك أن يأتي إلينا أو كما ورد أو كما ورد ولهذا أخي الفاضل بارك الله فيك يجب على زوجتك أن تصل هذه الرسالة وذلك بأن تتق الله فيك وكونها في بلد يسمح بمثل هذه الأشياء لا يعني بأن هذا أصبح حلالا لها ومباحا لها هذا حرام في شريعة الإسلام وسيسألها الله عز وجل عن ذلك ولذلك هي في واقع الأمر في صالة انتظار العقوبة من الله مدام أنه ما في سبب إلا هكذا مجرد التمرد على الأسرة التمرد على الزوج مجرد فقط التسلط على الزوج رأته شخصا طيبا صالحا تتسلط عليه بمثل هذه الطريقة ولا يجوز لها ويحرم عليها أن تدخل أي شخص إلا بإذن زوجها نبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة أن تصوم يعني صوم النفل أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا أن تأذن لأحد أن يدخل بيته بيته إلا بإذنه ما يجوز أن تأذن لأحد إلا أن حتى لو كان أخوها أو أبوها مثلا ما يجوز لها أن تأذن لأحد حتى يأذن الزوج ولا تجعل أحد يطأ فراش بيت زوجها إلا بإذن الزوج ولذلك اخي الفاضل أنت تصبر على هذه فإذا تمادت المرأة فالحمد لله جعل الله لك مخرجا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ولو أن تهاجر عن هذا البلد وترجع إلى بلدك أو إلى بلد آخر تعيش حياة جديدة مع امرأة صالحة طيبة تعرف قيمة الزوج وقدر الزوج والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي جاءت وسألها أذات بعل قالت نعم قالت قال لها كيف أنت منه قالت والله لا آله يعني ما أقصر معه قال انظري فإنه جنتك أو نارك وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق صلى الله تعالى أن يفتح على قلبها إخواني واخواتي انتهى وقت البرنامج عمل أسئلة كثيرة ما انتهت لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله ألتقيكم وادا على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته